محمد صعد علامة جزاية مع مستر محمد صعد النهاردة فيديو مهم جدا سنة تلتة اعدادي منهج نيو هالو مهم جدا سؤال اي فيديو انت عايزه هتلاقيه في قوائم التشغيل كله في قوائم التشغيل هتقول لي اجيب قوائم التشغيل ازاي هقول لك تحت الفيديو ده هتلاقي صورتي يضغط عليها لما تضغط عليها تلاقي من فوق الصفحة الرئيسية الفيديوهات قوائم التشغيل اه يضغط على قوائم التشغيل هتلاقي الدنيا متنظمة اختار الفيديو اللي انت عايزه اختار الجرام اللي انت عايزه اختار الصف اللي انت عايزه تحت الفيديو ده هتلاقي صورة الناحية التانية كلمة الشرق وكلونها احمر يضغط عليها لما تضغط عليها هتلاقي جرس ظهر كده يضغط عليه لما تضغط عليه هتلاقي كلمة كل مفوق او بالانجلش. يضغط عليها لما تضغط عليها تلاقي جرس عمل كده. معناه ايه الكلام ده? معناها انك فعلت الجرس. لما تفعل الجرس هيبقى عندك امكانية توصل لجميع اشارتنا معناه الكلام ده. معناها اي فيديو جديد احنا بنعمله. هيوصل عندك في الايه في الموبايل على طول? لو انت مهتم بالفيديوهات تعلمية. يلا كده نشتغل مع بعض سؤالة اي سؤالة يجيلك في الامتحان تحلو زي اول حاجة افتح عناية كويس ما بستعجلش. اشوف المعنى اشوف الزمن اشوف الترجمة. اشوف المفرد والجمع. اشوف اللي قبلها واللي بعدها. حركاتك يا هولندا. زغزغاتك يا هولندا. تأثراتك يا هولندا. حوضح معناه الكلام ده ايه. واحنا بنشرح الكلام ده كبير يا جماعة. تمام. هنا بيقول homework واقب او exercise تدريب. يعني هرابية. choose the correct answer from A, B, C, or D. number one. space. means يعني بيقول لي معناها خدمات مثلة. الكهرباء والماء. لكي تساعد اعضاء المجتمع المحلي. زي ايه? هتبقى ايه بقى? لجر? وقت الفراغ طبعا لا. public services خدمات عامة ممكن. health care رعاية صحية لا طبعا. neighborhood الحي السكني لا. يبقى على طول. هختار طبعا ايه? هختار. public services ده التعريف بتاحه. ينهر ابيض اديها اللون بتاحه. public services الخدمات العامة means services such as electricity or water to help the members of the community. تساعد ايه طبعا ايه اعضاء المجتمع. تمام. number two. space is a small area of a town or a village and the people who live in it. ينهر ابيض. انا بترجم انا مش عارف حاجة انا بترجم. بيقول لي منطقة صغيرة او مدينة في المدينة او القرية والناس اللي بيعيشوا فيها. ده تعريف ايه? لجر وقت الفراغ طبعا لا. difference الاختلاف طبعا لا. opportunity فرصة طبعا لا على طول. ده تعريف النيبرهود اللي هو الحي السكني. يس اديها اللون بتاحها ينهر ابيض على الوانك يا هولندا. ينهر ابيض على الوانك يا هولندا. تمام. number three. the verb encourage is the same meaning as. انا بترجم يا جماعة. واحد يقول هاي انا شاطر. عايز عكسه. وده شبه هو. وديها ده. يعني يحبط. لا. اقول انت قريت. انت ترجمت. استعجلت ليه? وتطلع انت حان بقى تقول هاي انا شاطر. حلت كله. يزميلك بقى يقول لك ايه ده? بص يا ابني ازا نفس المعنى. ازا سيب نفس المعنى. يبقى الفعل يعني يشجع. نفس المعنى بايه? يطور طبعا لا. يحبط طبعا لا. يحسن طبعا لا. يبقى على طول يعني ايه? يشجع ينهر ابيض. ملهاش عندي اي حاجة هنا هو. يبقى مش حيافة اديها اي لون. مش حيافة اديها اي لون. اوكي. تمام. يبقى اختار support يا جماعة. تمام. the verb encourage is the same meaning as support. هختار support. تمام. يشجع. number four. taqwa always goes to the local shops. taqwa. دايما بتذهب الى المحلات المحلية. local. يعني محلي. ينهر ابيض. the word local is a synonym of. يعني مراضف لا ايه? نفس المعنى لا ايه? global عالمي طبعا لا. international دولي طبعا لا. universal عالمي طبعا لا. يبقى على طون national. يعني ايه? محلي. national يعني محلي. الحمد الله ان دي نشطة. اوكي. انا مش عارف دي مش نشطة ليه? شيء غريب جدا. شيء غريب جدا. تمام. number five. the opposite. طبعا زي الالف واللام. لما يجي وراها كلمة بدء بحرف متحرك تتنطق. زي. 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 بديك اشارها تحت اهو. كل حاجة عندي ليها مضمون. ينهر. عبيض. the opposite of the verb deliver is. عكس. الفعل deliver. يعني يوصل. عكسه ايه? discourage. يعني يحبط. طبعا لا. يطور? طبعا لا. يحضر? طبعا لا. يبقى على طول يستقبل. واحد يوصل والتاني يستقبل. ينهر ابيض. تمام. زي ما كده ان شاء الله في مرة كده هقولك ابعث لي الفوتافون بتاعك لشان receive. تستقبل. presence. هدايا مني. number six. مصطفى can repair his bike. مصطفى يقدر يصلح عقلته او درقته. the the antonym of repair is. عكس. عكس يا جماعة. كلمة repair يصلح ايه? عكسها ايه? drive يقود? طبعا لا. mindي يصلح? طبعا لا. fixي يصلح? طبعا لا. يبقى على طول damage. يعني يتلف. damage يعني يتلف. تمام. ينهر ابيض على الفيديو الامر ده. ينهر ابيض على الفيديو الحلو ده. تمام. number seven. we use the suffix space to turn the verb educate into noun. بيقولي احنا بنستخدم المقطع اللي بحطه في اخر الكلمة ايه من دول علشان يحول الفعل educate يعلم into a noun يعني الاسم. ينهر ابيض. اقرب انا مش عارف حاجة. educateable طبعا لا. educate لي طبعا لا. educative طبعا لا. يبقى على طول education وطبعا ايه? مش نشطة معايا. يعني مش عارف اديها لون. مش عارف اديها لون شيء غريب جدا. شيء غريب جدا. تمام. يعني شغل عالي عالي عالي. يبقى educate. هاختر ايه? education ده المقطع اللي بحطه في اخر الكلمة عشان يحولها النون يعني اسم ينهر ابيض. تمام. شغل عالي عالي عالي. تمام. number eight. the last one here. we add the suffix space to change the verb axis. يتمكن يعني into an adjective. الى ايه? الى صفة. بحط ايه المقطع اللي بحطه للفعل عشان يحوله يعني الصفة. تعالي نجرب مع بعض انا مش عارف حاجة. accessness طبعا لا. accessment طبعا لا. accessly طبعا لا. يبقى accessible. accessible يعني ايه? يعني يمكن الوصولة اليه. يعني هر ابيض يبقى ايه? accessible. اديها اللون بتاعها. وعملت لون معانا. video global. عجبك? اديها لايك. اديها subscribe. اديها share. ما عجبكش خلاص يعامل براحتك. بس انا متأكد ان هو هيعجبك. حامل فيديوهات. تغطل منها كله. مراجعة. اشوفكم على خير. good bye. مع السلامة.